سلام و شرعكم و ان شاء الله كامل تكونوا بخير دايما انا مكملين ان شاء الله مع الوصفات الرمضانية اليوم ادرت لكم كويس تعل الجج فاخسي بوحدة طريقة بزف بسيطة بزف سهلة بوحد لاصص تخي سامبل وبزف بنينا بيدون تعقيدات بيدون كريمات والبنة تحمد تشبعش جي الطرية جي لاهيبارك انا درت دو كويس رايحني يوكلو لكم كاتب اخسون والطيب بالخف هاد الاغوصات في مقالة واحدة و درت لكم واحد شلادة من اروع ما يكون تعال المصيد وان بوحدة طريقة جيكم مع السل و زيد نوري لكم كيفاش تنحيو ولا ديزو سيو لكويس تاكم في الدار بالنسبة للمبتدئات والعريس الجديد اروحوا كامل هنا يتبعوني اول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو تعنا نروحوا كامل نصلوا ومنسلموا على الحبيب المصطفى علي افضل الصلاة والسلام شوفوش حال سهلا السريقة بزاف سهلا جيبوا بركم موس يكون ماضي هدا ما كان ويعني الفيديو راه هو واضح وقعدوا تتبعوا هكذا يا بالموس في هديك العدم تعل كويس و تتبعوا غير العدم سيو كي تكونوا تحلوا في الكويس تاكم ما يلسقش اللحم مع العدم هدا ما كان وبدأوا بهديك يعني البيلان هادك الجهة التحتانية بدأوا تنحوا فيها هي الولانية وروحوا معاها غير بالعقل باش ما تتقطعوهاش وكي تفارسيوها ما يخرش الحشو قعدوا تتبعوا هكذا يا على شوفو يعني نحي في في الحم مع العدم انا ما كوبيت لكم والو يعني وريت لكم كلش بارك زر بتبكش هي الفيديو هكذا باش ما يجيش بزاف طويل ويجي مومل ولا تقدرو تشيريوها دي زوسي دي غاكتو ما منعن للجواج انا كنت شاركتكم ديجا تاع عمي في فروسة تاع كويس فخصي درتهم لكم بالروز ولا سوس درتها لكم بلاك خانف خش هاد الاختراح حبيت نبدل شوية درت لكم يعني وصفة تاع مطاعم وبيدون تعقيدات بالنسبة للناس كين بزاف هم يبعتو لي لي ما يحبوش لك خام فخاش ولا لك خام لي كيد ولا هدلي كخام كامل كين لي ما يصيبوش يعني وين يسكنو ما كاش يتباعو دونك يعني نسيين نرضي الجامعة كمين داك ندلكم غاست لي تقدرو كامل اديروها بزاف 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 بنين تبعوا معايا الفيديو للاخير هكذا يا باش تتفهموا مليح وهنايا هنايا كين واحد لاب اختي هكا بزاف رقيقة ما كاش تحتها بزاف الحم كين داك تمون جلدة هنايا روحوا معاها غير بالعقل بش ما تقطاش معاكم شوفوا سيسوها شوية سيبونها وتنحى لازم يتنحى هكذا لاسق بالاحسن بش يجيكم ساهل وهديك شوية اللي تعالى باختي التحتانية هديك العدمة كيف كيف هدي سهلة وقعدوا تبعوا فيها هكذا يا بالموس نحيو نحيو اللحم منها هكذا غير بالعقل بهات الطريقة ان شاء الله تكونوا فهمتوني انا جيني غال ما نشريوهم نشريهم دي زو سي دي راكتو مو من عند من عند الجواج وهذا الاختراق وتخلي نديلكم هكذا يا فيديو قصير باش نوريكم بالنسبة للناس لي ما يعرفوش ولا لي كان عندهم دي جالي كويس في الكونجيلاتور لازم يجبدوهم يستعملوهم كومان ما راهم ش رايحين يخلوهم يروحوا يشيروا واحدة وقلين انا درت زوج فاقت احنا رأنا ربعة في الدار درت زوج اه كفاونا وقعدوا هنا راح نوجد التتبيلة اللي قلت لكم عليها واحدة التتبيلة من اروع ما يكون انا كتبتها لكم في العنوان انسيت ما احضرت لكم الشي عليها في بداية الفيديو درت مغرف صغير على موتا قدرت شوية ملح شوية زعيطرة اه في الداخل ودرت زوج فصوص تعتهم يكونوا اه يعني متوسطين شوية ماشي بزاف صغار وماشي بزاف كبار ودرت مغرف كبيرة تعزيت دو كنكتب لكم كامل المكونات تتبيلة اسفل الفيديو في صندوق الوسط اه ونجي هكدا يا نتبلها ملح الداخل انا كن كن ندير يعني كن طيب الداري نحب نتبل هكدا يا للجاج اه بيدي والا نتبلوها ملح من الداخل هكدا سيوا هكدا ايه كتصيبوا بلايس مغلوقين هكدا سيوا فتحوهم ديروا لها تتبيلة غير من الداخل سيبالابين ديروها من البرة خليوهم دو كوتي وهنا نروحون وجدو العفاقص عندي كمية صغيرة تع فيونداشي سيبالابين اه كونتيتي كبيرة ولا تقدرو تديرو البولي اشي ولا تقدرو تديرو الدد اشي كي ما حبيتو درت شوية اه عفوا مع الدنوس شوية ما تكتروش ما ديروش البصل اه ديرو مغرف كبيرة تلاشة بليغ بش جي الفيونداشي تعكم تطري وديرو حبابيد مع 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 الافيونداشي باش الافيونداشي تعكم ما تكمش ما تصغل كومس تقعد كي ما رهي وزيت نفخ شوية مع تها الافيونداشي تعكم مديكم زكية ونجي نفارسيهم بهات الطريقة هالي ما نديرش بودان في الوسط نحلها كامل هديك الافيونداشي على الكويس ندرت بقى رقيقة برك ما ديروش كمية يخشينا وشوفوا قيس كورة صغيرة برك في يدي رايحات فارسي لكم الكويس داكم غطيو كامل هادوك الجاج الازمي ولي ما يبنش وغلقوهم هاكده يا كي ما لهم بهات الطريقة هدي اهنا يتحبو تغلقوهم تشدوهم بلي كوردون بالنسبة لل يعني لي ما يحبوش الخيط ولا تحبو تغلقوهم بالخيط كي ما حبيتو انا ما عنديش هاداك الخيط تعل جاج في الدار ولي تدرت هادا يا برك شديت به هاكده حكمت به خلاص لي والا لويت عليهم غير شوية هاكده الخيط اه كين مقطع هنيا تحدف اللي نعتادر منكم صونا لي تليفون اه عم بتليها ويفي المي هو حبس اه ما بش وريت لكم برك كيفاش لويت علي الخيط ووريت لكم الكوبة لي استعملتها الكوبة على الخيط استعملت خيط عادي هنيا نجيب مقلة ولا صوت زولة المهم حاجة تكون ما تلسق شو عندها عندها غيطة تقدرو تغطيوها اه والاهم اه يعني اهم حاجة تكون ما تلسقش ديرو فيها شوية زيت اه وشوية زبدة ولا مارغارين ونروحو نحمرو فيهم اه الليكويس هادوك الليكويس فاقسي حمروهم ببيع على كامل الجوانب ما تقويوهم شند بزاف النار بش ما يتحرق لكم مش هاداك الزيت باس كونيح نكمل نطيف فيه باش بجينيش لاصيسك حلو خليوهم يتحملوا ببيع خليوهم يتحملوا اه في عقلهم انا خداولي واحد العشر دقايق هكذا كو في نفس الوقت راهو يدخلهم الطياب يعني ما يطولوش بزاف الطياب يطيبو بالخفن الساعة يكون البلاطعكم هدايا واجد زيت عليهم نصحبها بصلك كنت رحيتها بيان في الاشواق ولا ميكسيوها بالبرا باش ما تبانش في العصص ولا ارابيوها تكون رقيقة بدرت شوية ملح في التوابل وشوية في الفلكحل ورشة صغيرة تعكركم باش تجيني راكو الاخت على عصص شابا متكتروش بزاف الكوركم ما نيش حبه القوتاع ويبان في العصص ونخلي هاداك البصري يتقلم مليح 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 حتى ينشف كامل من الماء حتى يوليك كامل ما يبانش ضفت عليه هنا شوية شامبينيون معلب اه شلوه ما تنسوش تشلوه المعلب بسكودي فوجي مالح شلوهم نحمل ماء وضيفوه اه ولي ما حبوش الشامبينيون تقدروا استغنوا عليهم عادي وما تعودوهم بحتى حاجة ولي حبو اه يستعملوا الشامبينيون فخي يكون احسن انا ملقيتو شي تبعا هنا قدامي اه درت اه المعلب نمرقهم غير بكاس اه كبير شوية تعمى سخون ولا كاس ونص يكون متوسط نغطى عليهم ونخليهم على نار متوسطة احتى اه يعني احتى يطيب هادك الجاج تخلو فيه الموس ولا فرشيطة ولا شوفوه تلقاوه طعيب زبدة ولاصص هاديك تتجمر ديجا هقدارا هم يشهيوا واحد الريحة واش نحكي لكم واحد البنة هادو همالي بلاتة عرمضان يكونوا خفاف اه ويكونوا ساهلين ويوجدو بالخف فعلا ما يشدوش بزف بزف الوقت شوفو كيفش تجيلها سوس مع السلات تجيلها كل اختحها الشابة اه اجي عقدة يعني لا فارينا لا مايزينا لا والو انا نحب لي سوس برونش نعقدهم هكدا يا غرب البصل والا والتوابل اه ايجو اه بنان خير وخير وقبل ما اخليوهم هاك دايلا كنتو طيبتوهم بكري وقبل ما اتقدموهم سخنوهم كيما سخنتو معنا يا انا من بعد نحيتهم وليت زد تحمرتهم شوية في المقلع حبيتهم يكونوا محمرين مليح ولازم تقطعوهم تقدموهم ش هكاك ديراكتوهمو لازم يتقطعو باش يتقدمو اهنا يا اه راني نسيس فيهم شوفوش حلطريين مانيش حبتتنا حالي اه هديك الاكوش الحمراني من الفق هديك الجلدة هديك انا حبتها تقعد لي فالا شوفو كيفش عاملين من الداخل جاو اه مانيفيك علش قلت لكم ما ديروش البصل في الحشو باش كي تقسموهم اه يقعد يبان يعني تقعد هدي كلافيون داشيت يبان وحدها هكداد جي شبه خير وخير ويجو طريين ويجو بنان بلا بصل وقدمتهم في طبق التقديم بهات الطريقة هدي اه تحبوا تزيدوا معهم ليفخيت انا زيت قليت ليفخيت معاهم برك ما ما درتهمش معاهم في نفس الطبق وهذا هو الطبق الرئيسي تعنا لنهار اليوم شاء الله هتجربوه هنا لإعجابكم نروحوا للماسيدوان درتها لكم بسرعة وكتشاركت ديجا معاكم وصفة ماسيدوان درت هنا يا الخدرة درت غرشية جلبانة كونجلي درت حبة صغيرة بطاطا حبة زرودية كبيرة وحبة قلعة كبيرة ولا ديرو زوج فورتهم انا قد نقطع الخدرة مبعد نفورها فورت الخدرة تعمل لحتها شوية مبعد فورتها زيت قطعت عليهم حبة بيد مغلية وحبة مايس تقدروا تصغنوا على البيد بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية درت مغرف كبيرة ما شي معمرة بزاف مايوناز ما تكتروش للا مايوناز ودرت لا فينيغات ديرو لا فينيغات في الماسيدوان ما شغل بالمايوناز مش تجيكم مش تقهم وتجي شغل معسلة جبنينة خير ما تجي شغلها كملك زغر بالمايوناز فوالا ما تخلطوهاش بزاف ودرت لها شوية روز بسماتي غليتو في الماء والملح ده ما كان خليتو شللتو خليتو قطر ملح كمشتوني في الصفاية وضفت لها كمية صغيرة على الروز هنالما سيدوان تعكم باش تجيكم بنينا متكتروش فيها الروز ديرو الخدرة كتر من الروز أنا درت غير فنجلت عروز ومستعملتوش كامل شوفو شوفو كيفاش تجي مزربعة ما تجيش هكا شغل شغل مبالك وفهمتوني ودرت معاها شلالا هكذا دورتها على البلاتاعي داير ساير وقدمتها به هات الطريقة بالنسبة لللا فينيغات أنا درت لكم هاد لاغوست على المطاعم لين دروها يعني نخدموها عندنا في المطعم قدرت لكم لاغوست اه اني شاركتها ديجا معاكم باش ما نطوش بزاف الفيديو وانا كنت ديجا خادمتها دونك ما حبيتش نعود وحد اخرى اه وكان راح عليها الحال هنا قريب ادينا عليها المغرب المهم دوكن نخلي لكم الرابط تحافن في صندوق الوس بالنسبة للناس اللي حبو يجربو اه لا فينيغات اديالي وقدمتها بطريقة بسيطة هادا ما كان ما حبيتش نقط احبة طماطيش وندور عليها بس كنت طماطيش تلق الماء وبعد اه اكت عارفو تشمخ لي هديك لما سيدوانيتو كانت عندي شية تومات سوريس اه قدرتها على جهل اللون فقط شوية زيت وندرت لها شية طعم الفوق شوية خيار هذه هي لما سيدوانتاعي وهدي هي الطاولة اه تال افطر تعنا ان شاء الله هنصوموا بصحة والهنا ان شاء الله لحمة يسلبو لك الشربة هادو ما دايما يكونوا حاضرين وشلادة وطابقة الرئيسي وطاجين الحم الحلو والخبز والكسراكو تعارفو هدي هي الطاولة المائدة الجزائرية انا ما رانيش نكتر بزاف طياب ما نكتبش عليكم اه مشي مليح مشي مليح التبدير مشي مليح الخصارة مام لي كنت تير اني نقص يعني ان طيب غير شوية قسم ما ناكلو هدا ما كان ومام يعني نقصت عليها شوية التعب مام انا ريحت شوية بهات الطريقة وهد العمل اني يعني يعني ان طابلتها الافطر تعيرها هي في المطبخة في الكوزينة هكذا بش ما نعيش بزاف مع التربية اي تو اه المهم ان شاء الله يكونوا عجبوكم من وصفة للنهار اليوم ما تنسى الجامعة وباختاش للفيديو سلام اشتركوا في القناة